القصة الكاملة لأزمة من عبدالعزيز فتاة تيك توك وأول رد من مازن إبراهيم يبدو أن أزمات تطبيق تيك توك لا تنتهي فبين التحريض على الفجور والاتجار في البشر وصل الأمر للاتهام بالتعدي والابتزاز وذلك بعد انتشار أزمة فتاة تيك توك من عبدالعزيز بدأ الموضوع ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدر هاشتاجات حق من عبدالعزيز والقبض على مازن إبراهيم قوائم الأكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ليكشف في تفاصيلهما عن كارثة جديدة تسبب فيها الاستخدام السي لتطبيق تيك توك بين الشباب حيث تعرضت المراهقة من عبدالعزيز للاغتصاب على يد شاب استدرجها بمساعدة صديقتها حسب روايتها البداية كانت مع ظهور منا عبدالعزيز عبر حسابي على تيك توك والانستجرام بصور ومقاطع رقص غير أخلاقية وكان يشاركها في المقاطع المصورة شاب مراهق اسمه محمد داكلاشينكوف ويدعي الشاب والفتاة أنهما متزوجان حسب ما كتبا على حسابيهما بموقع انستجرام وحسب رواية منا في مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بوجه مليب الكدمات فقد تم استدرجها من قبل شاب اسمه مازن إبراهيم ومجموعة فتيات من صديقتها للاعتداء عليها واغتصابها بالإكراه وقالت منا عبدالعزيز في فيديوهات انتشرت لي بالإكراه وضرب اغتصاب واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبني ومصورني بالإكراه وضربني وعورني في كل جسمي واللي منزلين الفيديوهات دي بنات صحابي متفقين معاه اسمها أسماء ورحمة وفطمة كانوا متفقين مع مازن أنهم يغتصبوني ويدربوني وهيصوروني أنا عايز حقي مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط وأضافت أنا فتح لايف من عند محمد لأنه هو أي مازن واخد تليفوني واخد فلوسي وهربان من أبوه وأبوه هيوديم صحة ومازن عاوزني أقول لبابا أنه ما عملش فيه حاجة وبيقول أني لو ما قلتش كده هيتبحني القضية الجديدة التي فتحها لاستخدام السايل تيك توك تسببت في انقسام المغردون لتعبير عن رأيهم حول تفاصيل الاعتداء على المراهقة من عبدالعزيز فبينما هاجمها البعض بسبب ملابسها غير المناسبة للتقاليد والعادات إضافة إلى مقاطع فيديو الرقص غير الأخلاقية تعطف كثيرون معها وطلبوا بضرورة محاسبة الشاب المتورد في اقتصابها والذي يدعى مازن إبراهيم ونشر عدد كبير من المغردين صور مازن إبراهيم للمطالبة بالقبض عليه ومحاسبته على جريماته ضد الفتاة فبينما رأى مغرد أن ما حدث معها هو نتيجة تصرفاتها وملابسها غير لائقة انتقدت فاطمة هذا الرأي وعلقت لقد اغتصبت هذا ما حصلت عليه بدلا من القبض على المغتصب القلوم على المجرم وليس الضحية وقالت أخرى لا أستطيع أن أتخيل أن أصدقائها فعلوا هذا بها لقد فقدت كل الكلمات وأضاف خير الشخص اللي برر التحرش الشارع باللبس حاليا بيبرر الاقتصاب والاعتداء الجنسي أو بيرمي جزء من مسؤوليتهم على ضحية في وقت انهيارها واتشاف جريمة الاعتداء الجنسي عليها وبعد فترة إن لم يكن بيحصل حاليا هيكون مغتصب له مبرراته برضو بمحتوى فيديوهاتها وتعليقا على هذا الأمر نشر الشاب عبر الصفحة بعض الصور والفيديوهات التي تجمعه بمن عبد العزيز والتي ظهرت من خلالها مدى قوة العلاقة التي تربط الطرفين مؤكدا أنه مظلوم وأن الفتاة كانت مرتبطة به ثم انفصل وهي تحاول ابتزازه عبر الفيديو الذي تتهمه فيه باقتصابها كما اتهمها بكذب روايتها وأنها ليست عذراء منذ عدة سنوات مطالبا الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليها اشتركوا في القناة